صباح الخير تحدثنا في السابق عن الأحلام التي من الله وقلنا أن ألوانها تكون واضحة ومشرقة وسأتحدث اليوم عن معنى رؤية الطفل في الحلم والولادة القيصرية في الأحلام رؤية الطفل الطفل في الحلم في أغلب الأحيان يعني بداية جديدة أو مشروع جديد أو شركة جديدة أو عمل جديد أو الذهاب لمكان جديد إلى آخره وإذا كان الطفل الذي نراه في الحلم ذكرا فهذا معنى أن هذا المشروع أو البداية الجديدة يفعله الشخص لمرضات الله وليس لنفسه فمثلا قد يكون أن يبني جمعية خيرية لمساعدة المحتاجين أو مؤسسة لرعاية دوء الاحتياجات الخاصة أو مركز للاهتمام بالأيتام إلى آخره من الأمور التي يفعلها الإنسان لمرضات الله أما إذا كان الطفل أنثى فهذا يعني أن هذا المشروع أو البداية في حياته تخصه هو كأن يشتري بيتا جديدا يتعرف على أشخاص جدد يبدأ مشروع جديد بالشغل أو حتى يبدأ عملا جديدا إلى آخره والسؤال المهم جدا الآن هل يمكن أن يعني حلم الطفل أن هذا الشخص سينجب فعلا طفلا بالحلم؟ والجواب نعم إذا أعطانا شخص طفلا في الحلم وقال لنا هذا هو ابننا أو بنتنا مثلا أو أعطانا شخص طفل وقال لنا اسمه وجنسه وشكله في الحلم فهذا معناها أنه فعلا سوف ننجب طفلا ولكن هذه حالات نادرة والحالات الأكثر شيوعا هي أن نرى رمزا للطفل في الحلم مثل رؤية ببرون الطفل أو رؤية فحص للحمل إيجابي في الحلم أو رؤية سرير طفل أو رؤية ثياب طفل أو رؤية غرفة طفل وهذه كلها مؤكدة أن هذا الشخص سيأتيه فعلا طفل في أرض الواقع والسؤال الآن ماذا عن ولادة القيصرية في الحلم؟ الولادة القيصرية في الحلم تعني ما يعنيه الطفل في الحلم أي بداية جديدة أو مشروع جديد أو شغل جديد إلى آخره من ما قلنا عنه سابقا ولكن في هذه الحالة يأتي بتوقيت الشخص غير مستعد فيه له أو قبل وقته تماما مثل الولادة القيصرية التي تأتي بوقت الشخص غير المرأة تكون غير مستعدة فيها له ولكن يكون بتوقيت صحيح من الله خالق الأوقات والأزمنة وهو الذي يعرف الوقت الصحيح لكل شيء في حياة الإنسان وشكرا ترجمة نانسي قنقر